رئاسة أول برلمان بعد الثورة وكان لنا الاستمتاع بأول رئيس مؤقت لبرلمان الثورة فأخرج ما في جعبته من حكمة وحنكة هو الدكتور محمود السقة أستاذ القانون ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أهلا وسهلا ساعدت الدكتور ساعدت الرئيس خلاص بقى أنا باستو رئيس سابق كان الرئيس بالسبرار إن شاء الله على طول طبعا تم ترشح نفسك رئيس جمهوري أقسم بالله الناس يتمنوا هذا والله كلنا من نتمنى هذا والنهاردة بطريق الصدفة وخطاب موجه إلى أهل سيناء اللي اتصلوا بي النهاردة نحن 11 عمدة من سيناء أبرمنا العقد أنك تدخل وطب رئيس الجمهورية أنت فين وما لكش دعوة بالباقي وكل ما مش بالطريق يعني ده حاجة أتمنى طبعا دكتور محمود حضرتك أكيد شعرت بالمشاعر الشعبية تجاهك يوم ترقصت أول لجنة لبرلمان الثورة اللي إحنا الشعب المصري كان من نسبة لنا فعلا يوم عيد لكن وجودك في هذا اليوم بالذات وتناولك للمواقف وخفة الظل والعقل والحكمة والقانون والشخصية تخلينا نقولك رشح نفسك أولا أشكرك على هذا اللقاء طبعا وأشكرك على هذا التقديم البليغ الكميل للحلم وفي نفس الوقت هي تجربة هي لو تعمقنا في ناحيته النفسية واللقاء مع جماهير مختلفة المشارب كل ده بيفكر كذا أو ده بيفكر كذا ليست جديدة علي أولا أنا منذ كنت في المهد صبية تربيت على أني ألتقي بالجماهير مختلفة الألوان وأشكال منذ صغير خارس من صغير خارس من المهد صبية ده بويا كان يجيبني كدهو في أي ميتم في أي عيد ميلاد في أي يوحاو حد يتخبره بتاعه يقول لي قوم تكلم والله العزيز أه وبعدين حفظت القرآن وأنا برضو من السن الصغيرة وكنت بتتكلم بتكلم وفي أي موضوع ودلوقتي مستعدك طريري أي موضوع وأنا أتكلم فيه الحمد لله بإتقان لا أنا هختار لك موضوعات كتيرة طيب هنا بقى بقول لحضرتك مخاطبة النمازج التي كانت في ذلك اليوم الخالد وأنا قلت عنه يوم أغر يكفيك منه أنه يوم كأن الدهر فيه تجمع الدهر كله في هذه اللحظات وأنا طبعا ما كنتش متنبئ من هذه الشعبية الجارفة النهتي وعلمت علما يقينيا في كلمة موجزة أن ما صدر في القلب من القلب يصل مباشرة إلى القلب أنا أحببت الشعب المصري وأريد أن أقدم علمي وحياتي ووجودي كل قربانا لهذه البلد الجميل علم الله أنا لسا جاي من المحهد الإسلامي العالمي كنت بدي فيه دروس وتكلمت عنهم مصر في القرآن وفي السنة مصر دي يعني ربنا كرمها النبي كرم مصر مصر داتنا كتير فكان هذا العطاء الإلهي والذاتي ومن هنا أنا المجبوعة قدامي أنا طبعا كأساس قانون بما قدامي في المدرج يعني اسألي عن هذا خمس طلاف طالب وطالبة وكل اللهم يشاربه وأكتر ما كده أنا لما قدامي الطلبة بيعرفوا بيقولي من كل فنجر عبيل كل إطلاق ستيجي الأدب عشان يسمعوا هذا والحمد لله دي التربية الأهمية وأهم من هذا كله يعني بس إحنا دلوقتي الخمس طلاف في المدرج مدرج ده الشباب اللي راحين تعلموا يستمعوا للأستاذ الفقيه الكبير القانون لكن يوميها بقى أنت كنائب ومجلس كله نواب منتخبين ويعني إن كان في جنب المنتخبين دي شوية علامات استفهام لكن الغالباء هذا أول برلمان منتخب من الشعب المصري والشعب المصري النازل ووقفنا في التوابر أنا شخصين كنت سعيدة جدا وأنا نازلة أنتخب فشعورك إنت بقى في اللحظة تي كان إيه؟ هو الشعور يعني هو بالضبط ليست تجربة الأولى ما كانتش الأولى أنا قبل كده دخلت دخلت طبعا في عهد للرئيس جمال عبد الناصر بعد 67 النكسة كان قال إن إحنا اللي عايز يدخل ضد الاتحاد الشراكي يتفضل أنا دخلت وبعض الناس دخلوا أنا الوحيد في مصر اللي انجحت الحمد لله طبعا الوحيد في مصر؟ طبعا وممكن أقولك قصة النجاح بس تأخذ وقت كتير لا تأخذ ولا يهم لا يعني تأخذ بالذات ده تجربة أولا كان الاتحاد الشراكي هو الحزب الوحيد هو الكزا هو المساعدين والحد كان يقدر لقصح نفسهم بالضبط